مشروع الصيني في المنطقة مشروع الولايات المتحدة في المنطقة في هذا الكتاب أنت كررت كثيراً قصة طريق الحرير والممرات حتى أنك في الجزء الأخير أعتقد مع صدور الكتاب كان صادف الإعلان عن ممر طريق الهند فأنت حطيته في تو بارغراف عشان سبس تضمنوا الكتاب لكن عندك رؤية متكاملة عنه اشرح لي إياها علماً أنه عندي تحفظ مش كل شيء يمشي بالتخطيط لأنه الولايات المتحدة كانت تخطط للانسحاب من المنطقة ورأينا أنه بوارجها الآن كلها في المنطقة لأنه على قناعة بأنه المنطقة ارتكبت أخطاء في الانقسامات في الحروب في غيرها في المدى الطائفي ولعبت على إيقاع إيران شرح لي في أكثرة الممرات هذه مقارنة بالمشروع اللي أعلن بالهند وبعدين حنمشي فيها نوصل إلى حرب غزة ونعود على الخليج في المحور الأخير في ضوء كل هذا الصراع العالمي على طبعاً هو صراع يمتد نحو الفضاء ولكن صراع على المعابر وعلى الممرات والسيطرة الثقافية الاقتصادية لأي محور من المحورين وصراع بين الرأسمالية وبين الدول الأخرى الصيني تقدم برؤيته وهي إعادة إحياء طريق الحرير القديم وفق مسمى جديد هو الحزام والطريق الذي يربط العالم أو غالبية دول العالم ببعضها البعض تجارياً إما بحرياً وإما عبر مشاريع سكاك الحديد في المقابل هناك المشروع الأمريكي الواضح الذي أخذ بالتطور بقمة جي 20 أو جي 20 في الهند وتم خلاله الإعلان عن مشروع طريق الهند الذي يربط دول الخليج العربي بحيفا ومن حيفا باتجاه أوروبا والذي اعتبر على المستوى الاستراتيجي العالمي هو طريق لمواجهة طريق الحرير هنا لابد من الدخول بمفرق ليس بسيطاً ولكن قد يحيدنا بعض الشيء عن هذا النقاش المفارقة أن بعد أسبوع أو بعد أيام من ذهاب رئيس النظام السوري إلى الصين وتوقيع اتفاقيات استراتيجية معهم على الانخراط في مسألة مشروع الحزام والطريق حصل تفجير الكلية الحربية في حمص والذي لا تزال تدور تساؤلات كبرى حول أسباب هذا التفجير ومن هي الجهة التي وقفت وراءه حصل ذلك بخمسة أكتوبر في سبعة أكتوبر حصلت عملية طوفان الأقصى أنا لا أقول أن عملية طوفان الأقصى حصلت رداً على ذلك لأنها كانت تحتاج إلى وقت من التدريب والتجهيز وإلى ما هناك ولكن خلينا نشوف السياقات كيف ترتبط ببعض البعض ضرب الكلية العسكرية بحمص كان إشارة ورد قوي إلى أن طريق الحرير أو الحزام والطريق غير آمن ولا يمكن له أن يمر في سوريا الرد بالمقابل كان هناك من يريد أن يقول أن طريق الهند أيضاً غير آمن والدليل تفجير المنطقة بكليتها انطلاقاً من مسألة غزة المسألة لم تحصر في غزة وترتبط بالبعد الديموغرافي والجغرافي في غزة والبعد البحري بما يرتبط بغاز غزة هذا ما سنراه مستقبلاً وبالبحر الأبيض المتوسط وبالبحر الأحمر